أول سؤال أنا أقولك لك هسأله لك أهلاوة لازمالكاوي لا أهلاوي صميم أهلاوي أبا عن جدا أنا عارف يعني عارف أن أبا عن جدا على أخا كمان على الأولاد أنا أحفاد على كل ما شاء الله ربنا أخلهم لك يا رب طيب في البداية يعني رمضان وقصة ممكن تكون فجئنا بيها من خلال أخبار وثم بعد كده الأمور يعني أنت تطورت وأن اللاعب اتوقف هي أعايز أعرف التفاصيل من بدايتها حتى نجاح أن رمضان يبقى موجود في اللعبة مرة أخرى أو وجود وطبعا كلاعب طبيعي بيرع في الكرة بشكل عام الحمد لله يعني هو باختصار طبعا هو الموضوع بدأ معنا إحنا كفريق قانوني اشتغل مع رمضان في شهر مارس في نهاية شهر مارس 24 بأنه تم يعني اختارنا بجواب طالع من منظمة الوطنية لمكافحة المنشطات موجه لرمضان بيطلب منه المثور أمام المنظمة لتفسير نتيجة عينة كانت اتخذت منه قبل كده سابقا قبلها بـ 8 شهور تقريبا تلقيت غير نمطية فبدأنا طبعا إحنا نتولى الأمور القانونية ونبحث في الإجراءات وخاصة طبعا فيما يتعلق بالإجراءات الوادة والنادو برضو وعندهم برضو الدليل بتاع مكافحة المنشطات ووجدنا أن طبعا الاتهام أو التوجيه للاتهام لنادو الجهته الرمضان في شكين في شك ممكن يكون بيتكلم على استخدام وسيلة محظورة وشكة تادي بيتكلم على تلاعب أو محاولة تلاعب بعينة لما بحثنا في الموضوع لأنه فعلا في شهر أغسطس تم سحب عينة من اللاعب وهو داخل التمرين الساعة 5 تاريخ ثم رحولوا التمرين والـ DCO أول ما رمضان ظهر خدوا دخل بي يعني ياخد العينة على طول سحب العينة من الساعة 5 بعد ما سحب العينة السؤال له يعني ده كان مفاجأة يعني ما كانوش إلينا إحنا جايين هو رمضان على الويراباوتس بروجرم فهو رمضان عاماتا بيمكن في أي وقت أنه ما يتحلل له ووفقا للأدامس لتقرير الأدامس هو تقريبا بيتحلل له كل ثلاث شهور كل كوارتر خلال السنين اللي فاتت بيتحلل له كل ثلاث شهور نمسكنا التاريخ بتاع التحليل بتاع رمضان من 2018 حتى مساء ما كان في إنجلترا وطبعا كلها بتشير النتائج وجميعها سلبية العينة الوحيدة اللي جات على الأدامس غير نمطية هي عينة أغسطس 23 الأولى لما DCO أخذ منه العينة الأولى اكتشف إن الـ specific gravity أو اللي هي الكسافة النوعية بتاعتي العينة ممكن تبقى خفيفة شوية فطلب اللاعب تاني من الملعب اللاعب دي العينة وقفلوا كل حاجة وفقا للإجراءات ونزل الملعب التمرين بتاعه ولما DCO اكتشف إن العينة ممكن تبقى gravity فيها أو العينة شوية طلب اللاعب تاني ياخد عينة تانية أخذ عينة تانية بعدها بـ 45 دقيقة العينتين راحوا معمل برشلونة يتحللوا طبعا فيه هنا من ساعة ما العينة بتتسلم لذبط المكافحة المناشطات لغاية لما بتتنقل معمل برشلونة فيه أو سلسلة حيازة للعينة بتروح إزاي من مين لمين لمين وطبعا بتتخزن إزاي كل ده ممكن يكون سبب إذا ما تم مش طبعا على الأكمل وجه إنه يؤدي إلى فساد العينة أو فسادها يعني فتتبعنا الحقيقة بتاع العينة لغاية لما جاء تقارير من المعمل في آخر شهر سبتمبر 23 بيقول إن العينة الأولى اللي اتخذت 9-5 دي غيرنا مطية والعينة التانية اللي اتخذت بعد 45 دي سلبية تمام والمعمل بيقول إنه ممكن يكون فيه محاول التلعب بالنسبة للعينة الغيرناماطية دي وإنه هو بول غير بشري التلعب يعني أنت كلعب ممكن تحط حاجة جوه العينة بتاعتك أو تبقى مش العينة بتاعتك نفسها أو مش منك مش جاي منك يعني هو التلعب ده متعرف طبعا نفكر للواقع اللي يعني فيه السليب معينة ممكن اللعب بيحق أو الرياضي بيحق نفسه بول مش بول يعني مش بتاعه أو ممكن هو يستخدم عينة محتاجة بقى تجهزات وإن أنا بقى عارف إن الناس دي جاية نية بقى دينية وقصده بتعمد ويعني فيه حاجات كتير جدا برضو يجب إثبتها يعني ترجمة نانسي قنقر